تكريم اللي أقامت القوات المسلحة العرضة واللي شاهد فيه الفريق أول محمد زاكي القائد العين والقوات المسلحة ووزير الدفاع والنتاج الحربي تكريم عدد من الأبطال أصحاب الإنجازات والأجهزة الفنية والأجهزة الإدارية اللي حقاها إنجازات كبيرة جدا ويمكن وإحنا بنستعرض مجموعة من الصور مع حضرتك دلوقتي يعني الحقيقة أعتقد كمان أنه على مستوى صناعة الأبطال على مستوى البنية التحتية أعتقد أن القوات المسلحة كان لها دور كبير جدا في تطور المشهد الرياضي وإضافة عدد كبير جدا من الأبطال الحقيقة في السنوات الأخيرة صحيح صحيح القوات المسلحة دايما يعني كلية كبيرة بيخرج منها أبطال على مستوى عالي لأنه طبعا بتضيف لأي رياضي موجود حتة الالتزام اللي هو محتاجها دايما الرياضي والانضباط والحماس والقوة والإصرار الحاجات دي طبعا بتبقى موجودة أو دايما موجودة في الجيش فبتضيف دايما للأبطال دايما للأبطال وبالذات كمان لو تلاحظ أن هم على مستوى العلعاب الفردية لأن اللعيب اللي بلعب أو الرياضي اللي بلعب اللعبة فردية بيبقى محتاج مقاومات غير لعيب موجود في مجموعة يعني اللعيب اللي موجود في مجموعة ممكن واحد اللي جابه يسنده ممكن ياخد الحماس والقوة من بقية العناصر اللي موجودة في الفريق سواء ستة أو عشر أو وحداشر على حسب الفرقة إنما الألعاب الفردية بتبقى أنت معتمد على نفسك في كل حاجة صحيح يمكن الحفل ده شهد القائل اللي هو أركان حرب حسام خدر رئيس جهاز الرياضي القوات المسلحة كلمة أكد خلالها على أنه يمكن جهاز الرياضي في القوات المسلحة بيعتبر من الإنجازات المشرفة لمصر والحقيقة يمكن ده بيحصل نتيجة دعم ومتواصل بتقدمه القيادة السياسية للقوات المسلحة أيضا القائد العام وقوات المسلحة الفريق أول محمد زاكي قام بتكريم عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والأبطال الرياضيين الحاصلين على ميداليات في دورة البحر المتوسط دورة العام بحر المتوسط لاستضافتها وهران في الجزائر في بدايات عشرين واثنين وعشرين ويمكن الحقيقة يمكن وزير الدفاع نقل تحيات وتقدير لساد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة لكل الأبطال الرياضيين والأجهزة الرياضية والإدارية وأكد اعتزازه بما أنجزه الجيل ده من الأبطال ومن العسكريين واللي سأقول الحقيقة من إجهزات رفعت اسم مصر عاليا وأكد كمان الحقيقة في رسالة مهمة جدا للقائد العام للقائد المسلحة على أن الرياضة بتعد من أفضل القيم الإنسانية اللي بتهذب النفوس وترتقي بالأخلاق وتحقق التقارب بين الأمم والحضرات رسالة مهمة جدا الحقيقة والأروع نتمنى أنها الحقيقة يمكن تكون السمى الغالبة والسائدة على الوسط الرياضي لأنها في النهاية رياضة منافسة شريفة وقبل الحقيقة المكسب وقبل الفوز وقبل المطلات بتأتي دايما الأخلاق والمبادئ أعتقد يعني في المقام الأول جيش مصر الدرع الحامي لمصر في كل الأوقات وكل الأزمنة مؤسسة ماشي على مبدأ ومنهاج على طول طول الخط بنتعلم دايما منها في كل حاجة في كل المجالات صحيح يمكن واحد من الأهم أهم علامات المرحلة دي فكرة أن الدولة بكل مؤسساتها الحقيقة مش بس قوات مسلحة دولة بتنتاج مبدأ الاهتمام باقطاع رياضة بشكل كبير جدا تطوير البنية التحتية بشكل أكتر من رائع على كل مستويات سواء ممارسة محترفين أو ممارسة هو نهاردة عدد الملاعب وحجم التطور اللي بتشوفه مصر أعتقد غير مسبوك قدرة مصر التنظيمية على استضافة البطولات الكبيرة الحقيقة وصلت لمستويات رائعة مش بشهادتنا إحنا كمصريين بل بشهادة العالم كله وإن شاء الله بإذن الله ده ترجم كمان على مستوى الفوز وتتويق بالبطولات في مختلف الرياضات أعزي أقول لك أحمد في العجالة كده أن أكبر دليل على كده لو نرجع بالتاريخ شوية 2019 نظمنا الأمة الأفريقية مش ممكن الجيش كله أو المؤسسة العسكرية كلها دور كبير قوي في موضوع الاستداد وتجهيزها تجهيز على أحدث مستوى عمل طفرة كبيرة ما ينساش كمان القرية الأولوبال في طريق السويسي اللي بتتعامل الجديدة دي حاجة جمدة جدا يعني وانت رايح بقى لو انتو بتروح لأين السخنة تفرج الشغل اللي ماشي بشكل كبير أو حاجة يعني مفخارة كبيرة اي انا فاكر في استضافتنا لأمم أفريقيا دي يعني لما رصدنا معظم ردود الأفعال برا الناس كلها كانت تتكلم على انه مبورة بكاس عالم وفي ناس شافتوا على انه فعلا كاس عالم مصغر صحيح وصعب قوي مع كامل التقدير والاحترام لأشقاء في أفريقيا صعب جدا تشوف بطولة أفريقيا يحنا شوفنا يمكن الكاميرون لكن صعب قوي تشوف الدولة بتصديد بطولة أفريقيا تقدمها للعالم كله بالشكل ده شيء مشرف لقارة أفريقيا مش بس المعصر فرق كبير جدا لأنه فرق بيننا وبين يعني معلش بلاد أفريقيا احنا برضو حضرة بتاعتنا من شوف كام سنة وتقدم والتاريخ وبعدين بالتحديد بقى أحمد يعني لازم ننسب الفضل لأصحابه يعني بالتحديد العصر الأخير اللي احنا يعني عايشين فيه احنا شايفين انجازات يعني اتعاملت في مدق ليلة قوي يمكن احنا الأجيال اللي زينا الكبار شوية يعني عصر كذا حاجة كانت المضقمة مثلا حاجة صغيرة بتتعمل في سنين طويلة دلوقتي كمان حجم الشغل وسرعة الانجاز يعني سرعة الانجاز دي في حد ذاتها هو اللي احنا يعني مبوري الملمح صحيح الملمح خدرتنا على ان ننجز الحقيقة كبيرة جدا